السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيباتي في الله مرحبا بكم اليوم حبيت نشارككم المشتريات اللي اشتريتهم اليوم كامل المشتريات عفوا اللي اشتريتهم رام خاصين بالوصفات اللي رح ينديروهم إن شاء الله كي ما راكم تشوفوا حبيت تعرفوا وتتنجوا وش رايحة نخدم لكم إن شاء الله شريت الأعواد التاع الشيواء شريت هاد العشبة يقولها سندلة هادي استخدموا فيها البخور والحواج العطرية انا راح نقول لكم هنو مدبية تحطوني كامل في التعليقات وش هي الحواج اللي راح نديروهم هاد المكونات كامل راح نخدم بيهم مش هاد من مواصفة مشي وصفة واحدة المهم حبيتكم تشوفوا وتقولوا لي واش راح ندير بيهم هاديك سندلة شريت ثاني كي ما راكم تشوفوا القرفة والعوض عفوان القرنفل وكي يقولوا المسماء اختي امينة يتضلم فيها شوفوا هاد القرنفل راح نستخدمه في الوصفات الجاية شريت هادي المسكة المسكة هاد رحتها تشبه للمسك و جيهكة كل حجرات بصح يعد يدقوها هادي المسكة زيد ثاني و شريت شريت المحلب هذا هادي المحلب ان شاء الله كامل تبعوني هاد اسمانه هاد وصفة كاميرا هنديره لكم بإذن الله بإذن الله هاد الأسبوع شريت هادي المحلب هاد العشبة اسمها تارا كما راكم تشوفوا فيها هادي ثاني راح نخطم لكم بها واحد الوصفة راح تعجبكم بإذن الله وصفة ري روعة روعة هاد العشبة كنا اسمها تارا جاني شكلها غريب زيد ثاني شريت ماء ورد ماء ورد طبيعي أوريجينال شريته من عند من عفوا ماركة تاع هيوماني غني على التعريف حتى القرعة تفيدني من بعد في وصفات أخرى كما راكم تشوفوا هادي القرعة نتاع الماء ورد من هوماني يعني رائعة 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 يعني رائعة يعني مهم ما بدأ بي تحطوا لي في التعليقات شريت زيت اللوز زيت اللوز هنا هنا شروب غير هذا قطع عشرة لاف شريت هنا رائحة دندولة هذه عطر زيتي يعني استخدموه للبخور وهذا الحويج العطرية هذا كامل رائحة 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 عجبتني تهبل راح نختملكم بهذه الوصفات راح نحن نختموه هنا زيتوا أيضا شريت لبان الذكر اللبان هادي راهم كامل يتفرجوا فيه وشوفوا فش راني يدير شوفوا شريت هذا اللبان روعة زيد هنا عندي قرنفل مدقوك قرنفل غبرة يعني مسمار أحبات قرنفل غبرة هذو هما الحويج اللي شريتهم اليوم زيدوا شوفوا معي هذو كي نرى مش حل من واحدة تقول وش هي هذو العواد الحلفة يقولهم عواد الحلفة عواد الحلفة شريتهم باش نخدموا بهم وصفة اولا الطريقة اللي راحين تشوفوها بإذن الله هذو بالنسبة للمشتريات التوعية لليوم ان شاء الله ماذا بي تحطوا لي في التعليقات وتقولوا لي في رأيكم ولا في ميتكم موش رايح نخدم بهم اليوم ولا وش رايح نخدم بهم في هاد الاسبوع تقريبا واحدة الربع وصفات رايحين نحطوهم مع بعضنا ونشوفهم مع بعضنا ماذا بي تحطولي وتشوفوا كيفاش رايحين نديروهم ولا وش رايح نديرو بهم حطولي في تعليقات آراءكم ان شاء الله تبعوني هاد الاسبوع وراحين تشوفوا غير جديد في امان الله اشتركوا في القناة